تعودات ربنا فعلا مزهلة وتستحق الانتظار فيارب يجعل لكم من جبر الخواطر نصيب هلو هلو يا مساء الجمال والسعادة عليكم يا أميراتي وحشتوني جدا جدا يارب النهاردة تكونوا في أحسن حال أهلا بيكم في فيديو جديد فيديو لسيدة تركية هنعيش أجواء انتقالها لبيتها الجديد بعض التفاصيل في البيت الجديد والقديم ترتيباتها وتنظيماتها الحلوة بتمنى فيديو النهاردة يعجبكم لايكاتكم الجميلة قبل مبدأ الفيديو تحية خاصة لأحلى فاطومة من الجزائر وكمان حبيبتي رئيس شكرا على كلمكم الجميل وطبعا نوسا حبيبة قلبي الغالية وأحلى في في تسلمولي على كل كلمة حلوة بتقولوها يارب دايما عند حسن ظنكم ودايما كده تكونوا معايا بكل حاجة تعجبكم وتفيدكم يا أحلى أميرات في الدنيا يلا اشتراكك في القناة انتن كمان لو لسه مشتركتيش معايا شرفني وجودك ويتعليقك الجميل عشان أرحب بيك وما تنسوش أهم حاجة أنكم تفعلوا جرس على الكل عشان كل منازل فيديو تكونوا من أوائل الناس اللي بتشوفوا يلا لايكاتكم الجميلة على سيدة النهاردة أفكارها الحلوة جدا جدا في حاجات كتير قوي هنقابلها معاها زي هنا أول حاجة دي كانت تغييراتها وهي بتنقل بيتها الجديد يعني قبل ما تسيب بيتها الأولاني حبت إن هي تاخد شوية حاجات معاها طبعا الستيكر اللي هي فكته ده هي فكته مش عشان تاخده هي فكته عشان تسيب البيت لحد تاني يكون على حالته الأصلية لكن الحاجات اللي هي بتفكها دي كلها شايفين بقى الزرع شايفين الفريمات اللي كانت على الحيطة فكتها كمان الرفوف اللي كانت عاملاها هنشوف كل التفاصيل دي الأول قبل ما تعمل كل الحاجات دي بس هنا طبعا لما كانت بقى بتنقل كل الحاجة اللي كانت موجودة عندها طبعا ترتبها للأطباق أو شوفوا يعني لما حبت إن هي تلم كل الحاجات طبعا الكابلة للكسر لفتها في الورق اللي هو الستريتش اللي هو البابلز ده طبعا عشان يحميها أكتر ويهي كمان بتصنفهم في الكاراتين وتكتب عليها كل حاجة الإسم بتاعتها طبعا هيسهل عليها كتير قوي إن هي تصنف الحاجة بتاعتها في بيتها التاني وتطلع كل حاجة بسهولة في مكانها طبعا كل حاجة بقى لفتها شايفين السجاد الأواني الحلوة كمان إن هي شايفين عندها الكاراتين بتاعت الأجهزة اللي هي اشترتها كلها موجودة عندها بتحتفظ بيها فبدأت إن هي ترجع كل حاجة للكارتونة بتاعتها غلفت كل حاجة ونقلت كل حاجة لبيتها التاني اللي ربي كده يساعدها بيه يا رب ويساعدكم وإنتوا كمان بكل حاجة تتمنوها وكل حاجة نفسكم فيها تحققوها البيت التاني ما شاء الله جميل جدا جدا الفيو بتاعه بقى رائع رائع هنشوف شوية تفاصيل من بيتها زي ما قلت لكم القديم والجديد بجد كل حاجة عندها جميلة جدا جدا ريئة كده وكل حاجة مليانة من الطاقة الجميلة ده هنا بقى شوية تنظمات وترتيبات في حمامها الجديد زي ما انتوا شايفين شوية ترتيبات للحاجات الأساسية الفوط وكمان المنظمات المختلفة وكمان اللذيذ هنا البسكت بتاع الغسيل اللي بتحط فيه الملابس أو الفوط اللي مش نضيفة بس يعني كان مكانه اعتقد مش مناسب ممكن كانت تغيره في مكان تاني يكون احسن طبعا بعيدة عن الطايلت ويه كمان عن الضرفة تقدر تستخدمها بكل سهولة فطبعا يعني هي اكيد مع الوقت هتلاقي استخدامات مختلفة لحاجات كتير عندها في البيت وتعيد تنظيم حاجات اكتر طبعا هنا عندها كمان في المطبخ كل حاجة بقى جديدة كل حاجة بورقها كده بيقولوا بشوكها زي ما بيقولوا فبدأت ان هي تشيل كل الغلاف اللي موجودة على البتجاز على الفرن على الغسالة بتاعت الاطباق طبعا كل الحاجات دي زي ما انتوا شايفين كده بتبقى الاستعمال لها عملت لها زي دورة تنظيف للغسالة عشان تقدر تستخدمها بعد كده وهنا كمان زي ما قلت لكم الفرن تشيلت كل الورق اللي موجود عليه تبقى كل حاجة جاهزة عندها على الاستخدام على طول وبدأت كمان ان هي تنظم بقى كل ادواتها اطباقها الجديدة كمان الحاجات اللي موجودة عندها المعالي الادراج يعني كل حاجة بدأت ان هي تنظمها وتبقى كل حاجة سهلة بقى على استخدامها على طول بالشكل ده طيب تعال نشوف معها شوية تفاصيل من روتينها في البيت الاولاني وبعض التنظيمات والتغييرات اللي كانت بتعملها وترتباتها الحلوة زي هنا عندها فكرة الدولاب اللي عاملها لتنظيم السناكس حاجات الحلويات كمان حاجات البوكوليات المكارونات والرز وكل انواع التوابل والحاجات دي كلها في مكان واحد اللي عجبني فيه ان هو مساحته كبيرة ياخد حاجات كتير عاملة فوق درف كمان وكمان فكرة الرفوف المتحركة من الحاجات الجميلة جدا جدا لو بتدوري على تصميم جديد لانها تبقى سهلة عليك في الحركة هتقدر تطلعي بكل سهولة وتشوفي مكان كل حاجة موجودة عندك لان دايما لما تكون الضرفة عميقة لجوه بتقدريش ان انت تطلعي او تشوفي كل حاجة موجودة فطبعا فكرة ان اكتسحاب الرف في البرا هتبقى تغنيك عن المشاكل او المجهود اللي بتعمليه وانت بتدوري على اي حاجة تعالوا كمان هنا نشوف شوية بقى من ترتيباتها وروتين تنظيمها وترتيبها لغرفة النوم المنظمات الحلوة شوفوا تنظيمها للساعات في بوكس جميل نظمت فيه كل حاجة كمان المنظمات اللي بدأت تنظم فيها ادوات الميكوب الخاصة بيها وكمان التوك الحاجات الخاصة كلها بيها نظمتها بشكل حلو وكمان الحاجات اللي بتستخدمها بقى شبه يوميا البرفيم او السيروم ادوات الميكوب اللي بتستخدمها على طول نظمتها كمان على المكتب بطريقة حلوة ومنظمات شكلها شيك زي ما قلتلكم كده هي الفيو عندها حلوة او يعلى البحر فطبعا اهتمامها بالبيت لازم اهم حاجة ان هي لو عندها دراس او عندها بلكونة ان هي كمان تهتم بيها وتعمل فيها قاعدة حلوة فبعد مخلصة روتين تنظيفها للغرفة لكل مكان فيها ترتيب من جوة ومن بره تنظيف للسرير للارضيات وكل حاجة بقت على اكمل وجه لازم تدخل على المكان الاساسي اللي موجود عندها والمنظر التحفة والفيو الجميل اللي احنا شايفينه ده اهتمامها هنا بالبلكونة عندها بكل تفاصيلها سواء تنظفها البلكونة نفسها او الديكورات تنظفها كمان للازاز من جوة ومن بره يعني ان هي بس مش مجرد ان هي بتعمل من فوق الوش كده لا ان هي تهتم بكل التفاصيل اللي موجودة فيها يعني حتى عندها هنا الدراف اللي هي بتتفتح نظفتها كمان من بره والاماكن اللي هي السبتة اللي هي الجزء اللي تحت بدأت كمان ان هي تنظفها يعني اهتمامها بكل حاجة عشان يبقى طبعا لازم تشوف المنظر ده على احسن شكل موجود طبعا هنا بدأت تجهز بقى القعدة الجميلة التربيزة والكراسي عجبني جدا الديكورات اللي هي حطوها الزرع والنباتات كمان شكل الدفاية اللي ورا معها الديكورات اللي عليها التبلوهات اللي على الحيطة يعني كل حاجة شكلها حلوة قوي وقعدة مميزة جميلة جدا جدا لفطار بقى وقعدة جميلة بجد من الحاجات الحلوة جدا جدا كمان هنا برضو بتورينا مشترياتها الجديدة زي المنشر الداخلي قد ايه عمليه في اماكن كتير تقدر ان هي تستخدمها من كزا مكان بقى نتفتح كزا جنب وتقدر ان هي تنشر ملابس اكتر والاهم من ده كله انه ما بيخدش مكان في التخزين يعني وقت هي مش هتستخدمه تقدر ان هي تطبقه بكل السهولة وتحطه في اي جنب طبعا هعارفين ان فيه مناطق معينة او فيه دول معينة او مناطق سكنية معينة بيمنعه ان احنا نحط الغسيل برا او ان احنا ننشر برا في المنشر الخارجي فبيبقى الحل طبعا الامثل ان هو منشر زي ده يكون موجود في اي بلكونة او مكان تقدر اني تتنشري عليه وطبعا اشكال واحجام واسعار مختلفة تقدروا انتو كمان لو فكرة زي دي عجبتكم تقدروا تجيبوها تعالوا هنا كمان ده كان الستيكر اللي احنا شفناه في قول الفيديو اللي كانت بتشيله قبل ما طبعا التنقل بقى زي ما قلنا كده للبيت الجديد وهي لسه بتعمل الستيكر ودائما اقول لكم ان الستيكر زي ده من الحاجات اللي لازم تهتموا بها اوي لو انتو حابين تعملوا فكرة زي دي لازم تهتموا ان هو يكون نوع كويس ما يكونش نوع سيء عشان تقدري ان انت يتحافظي على المطبخ بتاعك متضطريش ان انت يتغيريه كل شوية كمان لازم يكون فيه فن فلازقوه ما يبقاش اي حاجة عشان تمنعي اي فقعات هوا او تمنعي مكان مش ملزوق كويس فيدخل فيه ميا فيبوزلك المكان فطبعا لازم انت لوها تعملي فكرة زي دي تدوري على خامة كويسة وتعمليه كمان بطريقة كويسة تعالوا نشوف شوية تحيل وافكار جميلة جدا لحاجات عندنا في البيت زي فكرة تنضيف فرن البتجاز كمية الدهون والاوساخ اللي بتكون موجودة فيها فبدأت ان هي تعمل خلطة جميلة اوي كده من الكربوناتو والصابون السائل حطت معاهم كمان لمون وخل بدأت تعمل زي سكروب كده لكل الدهون الموجودة سواء الحوامل اللي موجودة جوه الفرن او الرفوف وكمان الازاز بتاع الباب ونظفت كل المكان على احسن وجه كده ورجعت كل حاجة ما كانها طبعا دي وصفة من حاجات موجودة عندنا في البيت يعني تقدر ان انت تستخدميها في اي وقت بالسهول بس كمان بتقول في وصفة تانية تقدر ان انت تعمليها باستخدام المنظف اللي هو بتاع الدهون يعني لو المنتج موجود عندك تستخدميه لو مش موجود تقدر تعملي بمكونات طبعية عندك في البيت موجودة في كل بيت تقدر تعمليها طبعا هي شغلت الفرن الاول وسخانته وبعدين بدأت ان هي تروش الاسبري ده على كل حاجة موجودة من جوه ومن بره وبتقول كده خلاص ما بقاش فيه دهون تاني قدرت ان هي تنظف كل حاجة موجودة طبعا يا فكت الازاز بتاع الباب ونظفيته كويس جدا جدا ورجعت كل حاجة ما كانها فهي وررتنا لطريقتين طريقة ان انت تقدر تستخدميه بالمنتج وتسخني الفرن والطريقة التانية بالمواد اللي موجودة عندنا في البيت كمان برضه بتقول من الحاجات اللي لازم تنظفيها كويس جدا اللي هو المكان بتاع التلاجة بيبقى فيه مكان بوكس كده بتجمع فيه الميا او بواقي الميا من التلاجة لازم تنظفيه عشان ما يعملش اي ريحة وكمان الفلتر اللي موجود في الغستالة والدرج طبعا سواء الفلتر اللي بيبقى في الغستالة من تحت او كمان المجفف اللي هو بيبقى فيه المكان بيتجمع فيه الوبر بتاع مشه سواء ده او ده تقدر ان انت تستخدمي طبعا ده المجفف تقدر ان انت تنظفي ده وتنظفي ده وكل الاجهزة اللي عندك عموما حاولي ان انت تنظفيها باستمرار الحاجات اللي فيها فلترز طبعا زي غسلة الاطباق زي المكنسة الكهربائية زي حاجات كتير عندكم حاولوا ان انت تنظفوها على طول شان تبقى كفائتها احسن كفائة معاكم ده هنا تنظيمتها لغرفة بنتتها الدزاين الجميل اللي هي عملته وكمان الحلو ان هي نظمت لها كل حاجة بشكل حلوي يعني عمت لها مكان للعب اللي هو المطبخ بتاع الاطفال وكمان نظمت لها المكتب اللي فيه كل الكسس بقى وكتب التلوين والادوات الخاصة بيها نظمت لها الدولاب وكان ده الشكل النهائي للغرفة طبعا لونها ابيض في فاتح فمدي كمان شكل حلو مع الشمس والشباك فشكل الغرفة كمان كان حلوي جدا ومميز نوصل هنا مع بعض بقى لاخر جزء من الفيديو والحاجات اللي انتو كمان بتحبوها بتطلبوها دايما تنظيمات المطبخ زي هنا تنظيمها ل الدورف استخدامها لمنظمات المختلفة وطريقة الترتيب والتنظيف للمكان كله سواء تنظيفها للحاجات الداخلية لجوه او الحاجات الخارجية شوفنا اهتمام بتنظيفها للاجهزة مش بس الاجهزة الكبيرة اللي هي الغسالة والتلاجة والبتجاز وكده لا حتى الاجهزة الصغيرة بتستخدمها الرخامة الكتل او مكنة القهوة او العجان او كل حاجات دي كلها برضو بتهتم بنظافتها زي ما هنشوف مع بعض فهي بجد نضيفها بكل حاجة وانيقة وكمان بيتها مريح بكل الوانها وسطيلها هنتابع معاها بعد كده فيديوهات بقى من بيتها الجديد فبتمنى ان انتو تتابعوني عشان نشوف كل جديد عندها وكمان بعتذلكم على الكومنتس بتاعت فيديو امبارح كانت بجد حاجة غصبة عني وبتمنى انتو لو لسه مشوفتوش فيديو مبارح وكتبتوش تعليق عليها ادخلوا اكتبولي تعليق اعتقد ان هي ظبطت خلاص فادخلوا وشرفوني بتعليقاتكم كمان الجميلة للطفلة الجميلة العراقية فيارب يكون فيديو النهاردة كمان عجبكم تنسوش لايكاتكم الجميلة وتعليقاتكم الحلوة على فيديو النهاردة ولو حابين اي حاجة اكتبولي في الكومنتس وانا احاول ان انا اجيبها لكم ان شاء الله وكون دايما عند حسن ظنكم بالحاجة اللي تعجبكم وتفيدكم نتقابل بكرة على خير يا احلى امرات بفيديو جديد وافكار جديدة وسيدة جديدة عشان نخلي بيتنا احلى بيت في الدنيا نتقابل على خير الفيديو الجاي ان شاء الله وسلام